السلام عليكم و اخباركم و السلام عليكم و اخوكم سلمان او ريل فلير اليوم جايب لكم حلقة جديدة من سلسلة معلومات عن اسلحة كود 8 اتأسف على السحبة اللي صارت او اني وقفت هذه السلسلة لأسباب يعني انا قتلكم اني مشغول في الدراسة و بلا 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 الكلام هذا المهم انا مسجل او ردي يعني جيم بليز الاسلحة اللي ابغاها من زمان يعني من فترة صويلة فقلت اني اشتغل عليها و انزلها عشان ارضيكم فيديوهات يعني متنوعة المهم نبدأ بسلاح اليوم اليوم راح نتكلم عن اسلاح تايب نانتي فائف اسلاح جديد في سلسلة كود او كولوف ديوتي يعني اول مرة يعني او مره يريد اني مشوفه جزء من رزاء كود المهم اسلاح ازاله السلاح صنع او صنعته الصين شاينا بدهوا يستعملونه عام 1995 ما دول اللي تستعمل اللي هي كامبوديا وسري لانكا اوكي نبدأ بالمعلومات المهمة عن هذا السلح طبعا الدامج عندنا من 20 الى 55 حجم المجازين او المشط هو 30 راوند جولة مع الاكستندد ماكس راح يكون 45 الريلود تايم وقت التعشيق بالكثير راح يكون ثلاث ثواني بالضب ثلاث ثواني طبعا الريكويل لو يعني ما يرتفع ارتفاع قوي ارتفاع بسيط خفيف الفاير مود ما هو اوتوماتيك يعني ثلاث طلقات عشان يجي تطلق ثلاث رصاصات مع بعض اللي هو ثلاث راوند بيرس المهم هذه معلوماتي عن هذا السلاح اتمنى انها فادتكم بشي اوفادتكم عن هذا السلاح لان اشوف انه في كثير من الناس يستعملون هذا السلاح كان معكم وهوكم سلمان اتمنى اعجبكم هذا الفيديو ما السلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة